يا صباح الفل عليكم ازايكم عاملين ايه? اتمنى يا رب تكونوا بخير اهلا بكم وحلقة جديدة ومزرعتك في بيتك وعندنا النهاردة جميع اسعار الكتاكيد شركات واهالي واسعار الاعلاف واسعار تنفيذات المزرعة وكل حاجة بتخص المرب النهاردة والمستهلك نتكلم فيها ولكن قبل نبدأ الحلقة كالعادة نزلوا حالا في الكومنت صلوا على الحبيب المصطفى اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ما تنسوش يا جماعة اكتبوها بايديكم في التعليقات ويخلوها شاهد لنا يوم الايام اي حد عنده اي سؤال يكتبوه لي في الكومنت تحت الفيديو بارد على معظم اسئلة حضراتكم قدر المستطاع اي موضوع تحبوا ان احنا نتكلم فيه اكتبوه لي الحاجة اللي وقف عليكم في التسمين هنتكلم فيها وهنشرحها بالتفصيل ان شاء الله في فيديو مخصص طيب اي حد عنده دور التسمين المتابعة معي مجانا على الرقم اللي بسيبه لحضراتكم في نهاية كل حلقة كالمعتاد ومهمة قوي تسمعوا الحلقة للاخر النهاردة هنتكلم على السوق ماشي ازاي والدنيا ماشي ازاي في الايام اللي جاية طيب النهاردة بداية كده عندنا نزول في اسعار الاعلاف عندنا كمان سبات في اسعار الكتكوت الابيض تحديدا ولكن عليه السحب قوي جدا النهاردة بعد افراجات الاعلاف وبداية النزول الناس ابتدت ان هي تشتغل تاني الناس اللي كانت موقفة شغل مع ارتفاع الاعلاف النهاردة بدأت ان هي تشتغل تاني وتحاول تلحق موسم رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين المهم جودة الكتكوت اللي حضرتك بتشتغل به مهمة قوي الجودة يا جماعة وحطوا تحت جودة الكتكوت دي مليون خط ما تهتموش قوي بسعر الكتكوت اهتموا بالجودة وبالمصدر اللي حضرتك بتشتغل به مهمة جدا تشتغل بكتكوت شركة يكون كويس جدا ومهمة قوي الاعلاف السوبر بتفرق معاكو جدا في الاوزان في نهاية الدورة حاجة كمان مهمة جدا هنتكلم عليها النهاردة وهي اخواتنا اللي بيسألونا بيقولولنا الفراخ نزلت وإحنا جبنا اعلاف بالغالي والفراخ بدأ ان هي تنزل بوسة يا جماعة الفراخ في الايام اللي جاية دي هتبدأ ترفع ليه هترفع هترفع لسببين اولا المعروض قليل جدا جدا صدقوني المعروض في السوق قليل جدا النهاردة ابتدت السمصرة ترفع الفراخ او ترفع الاسعار علشان المربين يبدأوا ينزلوا الفراخ في السوق لان ما فيش معروض من الفراخ طيب الحاجة التانية كمان احنا دخلين على موسم رمضان وموسم سحب يا جماعة سواء الفراخ غالي او رخصة بتتسحب يا جماعة من السوق ده اساسي في رمضان وكلكوا عارفين الكلام ده فالايام اللي جاية هتبدأ الاسعار ترفع اخواتنا اللي دخلوا اعلاف بالغالي صدقوني ان شاء الله هيبقى فيها ارباح كويسة جدا لاخواتنا اللي تعبوا ودخلوا كاتكوت في الغالي وكمان دخلوا اعلاف في الغالي وطلعوا فرخ صوبر باذن الله في السوق ربنا هيكرم الجميع فما تقلقوش ابدا من الجزئية دي بص يا جماعة التسمين عرض وطلب التسمين انت كده كده بتشتغل في السوق سواء الاسعار طلعة او نازلة حضرتك بتشتغل وطالما حضرتك قررت ان انت تشتغل في التسمين سبها على الله السوق ده مش بتاع حد ولا حد بيتحكم فيه كل اللي عليك ان انت تطلع فرخ صوبر في السوق ولكن وقت تسوقها انت بتاخد رزقك وبتاخد دورك وبتعدي وبيجي حد تاني بيكمل وهكذا طالما حضرتك قررت ان انت تشتغل في التسمين يبقى ما تحسبهاش كده احسبها ان انت تطلع فرخ صوبر ازاي في السوق وبس كده ده كل اللي عليك طيب تعالوا نهارده نشوف التنفيذات وبداية الارتفاع النهارده في تنفيذات ارض المزرعة للفراخ البيضة تحديدا وخليونا نشوف الايام اللي جاية هيكون فيه ايه ولكن ما تنسوش الصلاة على الحبيب المصطفى بتفتح الاواب المغلقة ما تنسوش كمان شاعروا الحلقة وتدعموا الفيديو بلايك يا جماعة اللايك مش هيكلفكم حاجة ولكن بيشجعنا ان احنا كل يوم نزلكوا اسعار فعلية من السوق يلا بي البط البلدي 130 جنيه ارض المزرعة والمحلات 137 جنيه للكيلو الفرنساوي ارض المزرعة 85 جنيه والمحلات 92 جنيه للكيلو البط المسكوفي ارض المزرعة 125 والمحلات 132 جنيه للكيلو المولر ارض المزرعة 105 والمحلات 112 جنيه للكيلو الحمام البلدي ارض المزرعة 100 والمحلات 107 جنيه للجوز السمان أرض المزرعة 65 جنيه والمحلات 73 جنيه للجوز اديكم الروم انخفاض النهاردة البلد الأسود أرض المزرعة 120 جنيه والمحلات 127 جنيه للكيلو أما عن الروم الأبيض النهاردة انخفاض جديد أرض المزرعة 120 جنيه والمحلات 128 جنيه للكيلو الأرنب أرض المزرعة 105 والمحلات 113 جنيه للكيلو البلد الحر أرض المزرعة 115 والمحلات 122 جنيه للكيلو الفراخ الرزي أرض المزرعة 112 جنيه والمحلات 119 جنيه للكيلو أحمر بياض أرض المزرعة 76 جنيه والمحلات 83 جنيه للكيلو أمهات الساسو أرض المزرعة 80 جنيه والمحلات 85 جنيه للكيلو نزول الساسو النهاردة أرض المزرعة 103 والمحلات 112 جنيه للكيلو نزول أمهات الفراخ البيضة الهبرد الكبيرة أرض المزرعة 78 جنيه والمحلات 85 جنيه للكيلو بداية ارتفاع الفراخ البيضة النهاردة المعلن 89 جنيه والتنفيذ الفعلي أرض المزرعة 88 والمحلات 96 جنيه للكيل انخفاض أسعار البيض النهاردة الطبق البيض الأبيض من التجار للمحلات 146 جنيه والمحلات للمستهلك 150 أما عن الأحمر النهاردة من التجار للمحلات 148 جنيه للطبق والمحلات 154 جنيه البلدي 140 جنيه والمحلات 147 جنيه للطبق أما عن أسعار الأعلاف النهاردة وفيه بشرة حلوة جدا تراجع في كل مدخلات الأعلاف بادئ العلاف من 25 ألف جنيه وده قال لسعر في السوق والعلاف النهاردة بيتراوح من 25 ألف لل 28 ألف 500 28 ألف 900 ولكن فيه نزول قادم بإذن الله خلي بالكو يا جماعة ما تخزنوش أعلاف ده مش وقت تخزين علف وكمان حاجة مهمة جدا بصوا على تاريخ الصلاحية مهم جدا في الوقت الحالي لأن فيه أعلاف مخزونة كتير في السوق العبوة عطاية في المحلات 25 كيلو 720 جنيه بادي السوبر 715 نامي 710 ناهي والكيلو عطاية في المحلات 29 جنيه أما عن الضرن النهاردة العبوة 25 كيلو 360 جنيه والكيلو عطاية في المحلات 16 جنيه الرد العبوة 40 كيلو 550 والكيلو عطاية في المحلات 18 جنيه ادي العبوة 25 كيلو 600 والكيلو عطاية في المحلات 25 جنيه الماكرونة على عبوة 10 كيلو 290 جنيه والكيلو قطعي في المحلات 29 جنيه رز بلدي عريض على عبوة 25 كيلو 725 والكيلو قطعي في المحلات 31 جنيه رز بلدي رفاية على عبوة 25 كيلو 705 والكيلو قطعي في المحلات 30 جنيه أما عن أسعار الكتاكيت النهاردة وعليها سحب قوي جدا على غير العادة من الوقت ده من السنة المفروض أن يكون مفيش سحب الوقتي ولكن اللي حاصل غير كده جماعة في ارتفاعات النهاردة أو معدل السحب النهاردة في السوق على الكتاكيت فعلا مرتفع جدا ليه؟ لأن مع نزول الأعلاف الناس ابتدت أن هي ترجع تشتغل تاني وتعود الخسائر وقت ارتفاعات الأعلاف وكمان وقت الفيروسات وشغل الشتاء طبعا بيبقى صعب شوية فكان فيه خسائر كتير جدا للمربيين فبيحاولوا تاني أن هما ينزلوا السوق ويشتغلوه ربنا يكرم الجميع المسكوفي الار 41 45 جنيه مسكوفي مخلط 40 جنيه مسكوفي الزكور 50 جنيه ومش متوفر البيور 27 جنيه 4 كيلو في 50 يوم الفرنساوي 25 جنيه والشروفان 20 جنيه البيكين 19 جنيه والمولر 45 جنيه رزي على وشه 15 جنيه رزي فارزي ديوك 18 جنيه رزي برابر 10 جنيه بلدي محسن 9 جنيه بلدي فيومي 9 جنيه والبلد الحر النهاردة 8 جنيه بلدي هاجين 9 جنيه والبلد المشعر 9 جنيه الروم البرونزي 48 جنيه رومي بلدي اسود 43 جنيه الجميزة البيور 14 جنيه 2 كيلو ونص في 50 يوم اما عن السمان النهاردة بادئ من 5 ل 10 على حسب العمر والهاجين العالي 11 جنيه اما عن الساسو 12 جنيه والكاتكوت الابيض الاهالي من 29 ل 30 جنيه اما عن الشركات واللي بادئ من 32 ل 34 جنيه على حسب الشركة ومهم جدا جودس الكاتكوت اللي حضراتكم بتشتغلوا به اشتغلوا انتوا بخير في كل احوالكم السوق طالع السوق نازل ما علينا غير السعي والتوفيق اكيد بيكون من عند ربنا ودي كانت الاسعار المعلنة النهاردة نتمنى يكون القادم افضل شكرا لكل اخواتنا من مصر شكرا لكل اخواتنا من الدول العربية بحبكوا جدا في اللي استنونا في حلقة جديدة تحياتي للجميع